لقد من الله على المؤمنين يعني ايه كلمة من احنا اتكلمنا عن تفسير الآية في ثلاث سطور وبإجاز من خلال تفسير منتخب دلوقتي حنتكلم على بعض المعاني ونغوص مع بعض شوية في هذه البحار الكريمة من عطور تفسير هذه الآية بنفحتها وأنوارها لقد من الله على المؤمنين هنا حرص شديد من القرآن انو يوصل الجوهرة للي يستهلها يدي الهدية للي يعرف مقامها علشان ما يجيش واحد يقولك لا انا مش عاوز النبي ده لا انا لا اؤمن به لا انا مش بعترف به نقوله الكلام مش ليك يا حبيبي الكلام للناس اللي بتقدر الهدية الكلام للناس اللي بتقدر العطية الالهية عشان كده رح حرص القرآن انو ما يقدمش النبي الا للي يستهلوه لقد من الله على المؤمنين انت تعرف المن يعني ايه؟ المن عطية بغير استحقاق لما فلان بيمني على فلان لكلمة المن دي معناها انو بيقوله انت ما تستهلش اللي انا اديتولك قدي المن فعيب المن دوت انك بتقول اللي قدام منك انك ما تستهلش اللي انا اديتولك لو اديت لواحد مثلا مبلغ من المال فتيجي تقوله ايه؟ اديتك فلوس وصرفت عليك وايه الاشارة المعنوية اللي ما يتخده في الكلام؟ انك بتقول بلسان الحال ان انا اديتك حاجة انت ما تستهلهاش ما تمرتش فيك ما انتفعتش بيها فالمن يكون على هدية انت على عطية لا يستحقها من تم المن عليه ما حدش بقى يا جماعة في البشر يقدر يمن الوحيد اللي يقدر يمن هو الله سبحانه وتعالى هو الحنان المنان ليه ربنا بيمن؟ لانه سبحانه وتعالى كل عطاءه رحمة وكل عطاءه خير وكل عطاءه بركة وما فيش واحد من الناس له حق على الله عارفين ليه؟ ما حدش فينا له حق على الله اقولك الجواب ما حدش لنا له حق على الله لان احنا عباد لله ما احنا شركاء لله ما احنا شموظفين عنده ولا شركاء ليه ولا احنا ولاده احنا مش ولاد ربنا زي بعض الناس ميتسهل يقولك ايه اه دي غلطة اليهود لما قالوا نحن ابناء الله واحباءه قل فلما يعذبكم بالذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يبقى انت لازم تعرف حجمك مع ربنا ايه انت عبد والعبد مالوش حق على السيد السيد يعطي العبد فضلا وكرما ومنة منه يبقى المن عطاء بغير استحقاق اشتركوا في القناة